الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورن جيمة أوبيانج مانغ الذي سلم رسالة للرئيس السيسي من رئيس غينيا الاستوائية تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر وتوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مسندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين من جانبه أعرب نائب الرئيس الغيني عن تطلع بلاده لنقل الخبرة المصرية المتميزة عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي محددات رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية وخلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد دلمار روسف أشر الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية طالبت حركة حماس الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأفادت الحركة في بيان أنه بينما يواصل وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير لوقف النار فإن الحركة لم تسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة داعية بلينكين وإدارة الرئيس بايدن إلى توجيه الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي وشددت حماس في بيانها على أنها لطالما أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض يقوم على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة بوقف نهائي للعدوان وانسحاب كامل من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جديدة لتبادل المحتجزين والأسرى وأضافت الحركة أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية شهر مايو وكرسه مجلس الأمن الدولي بقرار صدر الأثنين الماضي شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة وأضحت مصادر فلسطينية أن غارات جوية استهدفت منزلا جنوب النصيرات واستقطاع غزة كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أصفر عن شهداء ومصابين هذا وقام جايش الاحكلال بنس في أبنية سكنية في وسط مدينة رفح كنوب قطاع غزة أعلن موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن قلقة من اندفاع إسرائيل لحرب مع حزب الله دون استراتيجية واضحة وشيرينا إلى أن واشنطن تعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه تخفيف التصعيد الإسرائيلي اللبناني هذا وتبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبناني أن هجوما جويا بسرب من المسيرات استهدف مقر سرية تابعة للواء حرموين 810 الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة كما أعلنت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله تصديها لطائرة حربية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو وأكبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية يأتي هذا في الوقت الذي أجر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو تقييما أمنيا في ظل الأوضاع في الشمال تنطلق اليوم قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا ويتضمن برنامج القمة بحث الأزمة الأوكرانية وجلسات عمل حول أفريقيا وتغير المناخ والتنمية بالإضافة إلى ملف الهجرة والأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئة تستأنف اليوم مباريات الدول الممتاز بإقامة مؤجلات الجولة 11 للبطولة بعد فترة التوقف الدولي بلقاء أحدهما يجمع بين بيراميدز واسموحة والآخر يضم فيوتشر والجونة في السابعة مساء كما يلتقي غدا الجمعة الأهلي مع فاركو وسيراميكا مع الزمالك في مؤجلات الجولة ذاتها انتهى موجز الثامنة